فيه تفاصيل وتداعيات أحداث انقلاب مجموعة فاغنار كشف مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية خلال متابعة مكثفة لمجريات التمرد الذي أعلنه قائد مجموعة فاغنار يافغيني بريغيوجين على القوات الروسية يتضح جليا وجود صراع يدور داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الروسية وأن مساحة من أدوات الدولة العميقة تعمل الآن وهي تنقسم على محورين أحدهما يؤيد وزير الدفاع الروسي سيرغيش ويغو والآخر يؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا ما سينعكس سلبا على كيفية التعامل مع انقلاب فاغنار الآن عاد قائد فاغنار وأعلن عن توقف ميليشياته عن أية حركة للتقدم نحو موسكو والتي كان يبعد عنها أقل من 200 كيلو متر فقط وأمر قواته بالعودة إلى معسكراتها حقنا للدماء حسب وصفه وهي فرصة للتوقف من أجل تحديد مستلزمات ما هو مطلوب لمعالجة الوضع القائم في روسيا والتي يرى محللون أنها ستتجه نحو خيار من اثنين لا ثالث لهما الأول التضحية بوزير الدفاع الروسي والثاني التضحية بقائد ميليشيات فاغنار لكن النتيجة التي لا يختلف عليها اثنان تتمثل بخروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصرا بفضل دعم الدولة العميقة الروسية إلا أن المؤكد أنه سيخرج بانتصار منتقص وسيظل مكسورا طالما بقي رئيسا أو حتى مواطنا لبقية حياته اشتركوا في القناة